بالرغم من وضع حجر الأساسلة منذ عام 2010 ما زال مشروع مركز الرقابة والبحوث الدوائية في النجف لم يرى النور بعد فهذا البناء فارغ من الأجهزة التي تختص بفحص الأدوية المستوردة أما الأسباب الحقيقية وبحسب مختصين فتعود لأن افتتاح المشروع سيضر بالمتحكمين بالملف الدوائية بالعراق عملية روتين ماطلة اللي استشفيناه ما كونية حقيقية لفتح هذا المركز الأخوان في كردستان لأنه مقليم مستقل ففتحوا المركز بينما إحنا والباصرة ظللنا لحدنا من عام 2010 لحد الآن إحنا كتابنا وكتابكم ليش مشروع مهم يتعلق بحياة الإنسان هالعرقلة به أو عدم الاهتمام به ما أنا أقول بمضرة لبعض لا مو بمضرة للمتحكمين من الله في الدوائية بالعراق المستفيدين طبعا أكيد نحن جهات أقليمية تحاول تتحكم بهذا الملف لأنه ثاني تجارة بالعالم مو الموضوع سهل يعني وبسبب عدم قدرة فحص الأدوية في المحافظة لا سيما من القطع الخاص فأن مئات الملايين تهدروا في النجف بعد تحويل فحص الأدوية إلى بغداد وهو ما يخسر القطع الصحية موردا ماليا هما وفق ما وجده القائمون على المشروع فقط نحتاج الأجهزة لإكمال المشروع والمشروع يعتبر من مشاريع الاستراتيجية المهمة في محافظة النجف عندنا شفة مسائل راح يصير هذا فحص الأدوية للقطاع الخاص قطاع الخاص راح يطوب إيراد إنه فأكيد هذا الإيراد راح يصير وارد للمحافظة راح يصير وارد حتى يمول نكمل حتى بقية المشروع هذا لديه عدة أسباب لا نسول في الأسباب وهي أسباب يعني احتمال أنه صحيح أكو مثلا احتمال مكاتب متريد يعني احتمال أنه يكون شركات يكون أياد خفية مثل ما قلت نحن بالنسبة لي كمدير مركز رقابة أنا أركز على الشغل الأساسي من أنه تجهيز وإكمال المشروع ويرى مراقبون أن توقف إنجاز المشاريع الصحية والخدمية تقف وراءه جهات مستفيدة تحاول أن تجد منفذا لجني الأموال منها على الرغم من كونها مشاريع حكومية ما بين التبريرات الحكومية بقلة التخصيصات المالية وضغوطات تمارسها جهات وصفت بالمتنفذة والمستفيدة بقيت بعض المشاريع الصحية قيد الإنشاء في النجف موصدت الأبواب أمام المواطنين الذين ما زالوا يدفعون فواتير التقصير والفساد من النجف محمد رزاق قناة التغيير